اللي ما كانش مقبول ان في وسط كل هذه الاحداث يطلع كلام من نادي الزمالك عن طريق المتحدث الرسمي مع كامل اللي احترام وانا باحترمه جدا سيد احمد سالم وباحترم ادارة نادي الزمالك وبالتأكيد سيد احمد سالم مش هيكتب كلام الا بقرار من ادارة نادي الزمالك بس التلميح او التلويح بالانسحاب في الظروف دي كان بصراح قرار حتى لو التلويح فقط قرار جانبه الصواب دي نقطة النقطة المهمة جدا يا جماعة هو احنا عايزين مثلا دونجة ومصطفى الشلبي كابتن عبدالوحد السيد لا قدر الله يحصل لهم مشكلة كبيرة في الامارات اكيد لا ونتمنى ان شاء الله بكرة ان الموضوع هيخلص وهيخلص اكيد لا وبممناسبة اكيد لا دي ركز معايا في النقطة دي يا جماعة افصلوا الكورة افصلوا الرياضة افصلوا التعصب افصلوا النحرة الكذابة عن الانسانيات ازاي بتشمت وازاي بتتريأ وازاي بتهزر وازاي بتعمل كوميكس على ناس في ديئة ما لها دي بالكورة ما لها دي بالرياضة ما لها دي ازاي يا اخي عندك قلب تعمل كده حد في ديئة لعيب نادي الزمالك غلطه وكلنا قلنا انهم غلطه بس ده وقت تارياء وهزار وضحك وتجاوز في الادب ده وقته ده مالو ده ايه علاقته بالكورة والتنافذ انا اصلا من الناس اللي بتشوف ان الهزار في الكورة ده منطقي وطبيعي يعني مثلا الاهلي بيكسب فجمهور الاهلي يطلع يهزر مع جمهور الزمالك شوية على نادي الزمالك شوية الزمالك يكسب فيروح يهزره شوية على جمهور الاهلي والاهلي ده احنا بنعملوا منو احنا عياد صغيرة وبتعامل في العالم كله عادي هي دي حلوة الكورة اصلا والرياضة تنافسية والهزار والضحك بس في الكورة في إطار اللعبة في إطار الرياضة خرجنا من ده في حاجات ما ينفعش نعذر فيها فربنا إن شاء الله يخرجهم منها بالسلامة والمعلومة يعني عرفنا أن في جلسة في المحكمة بكر عشان هي جنحة هناك في الإمارات فالجلسة يتعمل بسرعة ما خدتش وقت وهم تصالحوا هشتبه فاهم حصل تصالح وما فيش أزمة وما فيش مشكلة وخلاص والأمور خلست بس لابد من هذه الجلسة وإن شاء الله بكرة كل الأمور تمشي بشكل سليم